السلام عليكم هتكلم في الفيديو ده عن حاجة بتحاوم كل الناس اللي شجالة في الوركا الفايننس وشوية الوركا الاتشار المقاس بس من لي الوركا الفايننس التول اللي اسمها ويب اي دي اي ويب اي دي اي صار ويب ابليكيشن ديسكتوب انتجريتور بنستجدم الويب اي دي اي ده عشان نعمل حاجة اسمها ماس ابلود عشان نابلود داتا كتيرة جوه الابليكيشن بدل ما احنا ندخل على الشاشات وندخلها واحدة واحدة بقدينا لا احنا بنستجدم التول اللي اسمها ويب اي دي اي دي عشان ان احنا نقدر نابلود داتا كتيرة في وقت قليل جدا طب الويب اي دي اي دي انا بابلود بيها اي اصلا من لي انا بابلود بيها جورنالز او قيود في الوركا الجنرال لجور بابلود بيها البودجيت اللي هي الميزانية برضو جوه الجنرال لجور ممكن اابلود بيها الفيكسد اسيت امينمنتس والاديشنز برضو بس ده جوه الفيكسد اسيت او الارتولف قال لك لك حنشيل الكلينت اي دي اي وحنحط حاجة اسمها ويب اي دي اي بس كلينت اي دي اي كان فيه مستان كلينت اي دي اي كان بيعمل حاجتين مع بعض كان بي ابلود ديتا اللي انا قلتلك عليها دي بقى الجورنالز والبودجيت مسلا والفيكسد اسيت امينمنتس والاديشنز وحاجات تانية كتيرة وكمان كان بيعمل حاجة كان بيرن الاف اس جي ريبورتس او اللي هي الفاينانس ستتمنت او الفاينانشل ستتمنت جينريتور الريبورتس للازف الويب اي دي اي ما بيعملش كل حاجة واحدة بس بي ابلود الجورنالز بس او بي ابلود الديتا بس ماينفعش ارن الريبورتس يعني اتجاه واحد بس عشان كده قريكان روحت حطة معاي حاجة تانية اسمها الريبورت مانيجر فبقى بيعوضوا الكلينت اي دي اي بحاجتين ويب اي دي اي وريبورت مانيجر الريبورت مانيجر برضو دي طول من جوه الابليكيشن بعمل بيها رن لكل الاف اس جي ريبورتس تاني مرة اف اس جي ده اختصار حاجة اسمها فاينانشل ستتمنت جينريتور بعدين ريبورتس الريبورتس المعمولة بالاف اس جي وبالتالي مرخص الكلام ان انا كان عندي client ادي اي بيعمل حاجتين بيعمل افلود وبيعمل رن للريبورتس يعني اكيني بعمل دولود الديتا دلوقتي قالك لأ شير client ادي اي على جنب حنعمل حاجة جديدة اسمها web ادي اي وحنعمل معها حاجة اسمها report manager الميزة اللي موجودة في الويب ادي اي و الريبورتس مانيجر ان هما بيترنوا او بيشتغلوا من داخل الريبورتس بتاعة oracle within oracle application لكن client ادي اي كان stand alone application desktop application لازم ادخل عليه من ايكون على الديسكتوب وادخل ادخل الوزر ممو الباسورد وبعدين هو يلينك بالresponsibilities الويب ادي اي و الريبورتس مانيجر لأ هما امبدد او جوه oracle application responsibilities بذات نفسهم دي ميزة دي ميزة ان انا مش محتاج افتح حاجة تانية هو الابليكيشن بتاع شكلها عليه وفي كل حاجة انا عاوزها دي ميزة الميزة التانية بتاعت الويب ادي اي اللي انت هتلاحظها لو كنت شكلها على client ادي اي وعملت moving للويب ادي اي ان الويب ادي اي اسرع بكتير جدا من client ادي اي اي performance wise web adi is much much better than client adi مثل report manager كمان انه هو بيتحول لconcurrent request فانت لو انت بتخزن عندك كل الريكوست سمت المعنش ببالجينج تقدر انك انت ترجع وتشوف الريبورتات اللي انت عملتها run قبل كده ده برضو ميزة في ال report manager هعمل فيديو تاني هيباين الفرقة اكدر ده كان بس ملقص او مجرد ده مصور كده overall او overview على موضوع الويب ادي اي وموضوع report manager وانه هم بدلو client adi بالويب ادي اي و report manager شكرا لكم اشتركوا في القناة